بعد انتظار وترقب خرجت المحكمة الاتحادية بجملة من القرارات المهمة والملزمة بخصوص عدد من الملفات الخلافية بين بغداد وأربيل أبرزها حول رواتب موظفي الأقليم وكذلك إرادات النفطية والعملية الانتخابية في محافظاته الأربع أبرز تلك القرارات للمحكمة الاتحادية جاء بإلزام توطين رواتب جميع موظفي أجهات الحكومية في المركز والأقليم في المصارف الاتحادية وكذلك أكدت الاتحادية أن قرار توطين رواتب موظفي الأقليم قرار بات وملزم للطرفين الحكومة الاتحادية أيضا قررت إلزام حكومة الأقليم بتقديم موازنة شهرية لموظفيه لدى وزارة المالية الاتحادية في بغداد تعقيبا على قرار توطين تلك الرواتب لتنهي الاتحادية بهذا القرار سجالا داما لشهور طوال بين المركز وكذلك بين الأقليم حول آليات دفع تسليم رواتب الأقليم أما في ملف النفط والغاز قررت المحكمة الاتحادية إلزام مجلس وزراء الأقليم بتسليم جميع الإرادات النفطية وغير النفطية على رأسها الغاز إلى الحكومة الاتحادية في بغداد ما قد يفتح بابا لعودة سجال قديم يمتد من أربيل التي ترفض هذا الأمر إلى بغداد التي تطالب به منذ سنوات وفي ملف الانتخابات وتمهيدا لعملية انتخابية تشريعية مرتقبة في الإقليم قررت المحكمة الاتحادية أن تكون المفوضية الاتحادية العليا للانتخابات بدلا من مفوضية انتخابات أقليم كردستان التي تم حلها قبل أشهر على أن تشري في المفوضية الاتحادية الإشراف على الانتخابات البرلمان المؤمل إجراؤها في شهر يونيو حزيران المقبل وفي ذات الملف الانتخابي قررت المحكمة الاتحادية أيضا تقسيم أقليم كردستان العراق إلى مناطق انتخابية على لا تقل عن أربع مناطق تمثل محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وبانتظار انضمام حلبشة كمحافظة كردية جديدة حال إقرارها في البرلمان كما وقرار المحكمة الاتحادية أن لكل كيان سياسي في أقليم كردستان العراق تقديم قائمة خاصة به تتضمن أسماء مرشحيه بالنسبة لا تقل عن 30% من النساء بشكل الذي يضمن تمثيلا للمرأة في برلمان الأقليم وفي أقليم كردستان تباينت المواقف بشيء قرارات المحكمة الاتحادية العليا ففي الوقت الذي رحب فيه الاتحاد الوطني بالقرارات أبدأ أعضاء في الحزب الديمقراطي تحفظهم عليها